قضية مهمة جدا بتستحوذ على اهتمامات الفنانين والمثقفين والسياسيين والمفكرين وكل الناس الدين في التنشئة في العقل والوجدان ازاي احنا بنحارب الارهاب من غير من حارب جذور الارهاب من غير من حارب البزرة اللي بتتغرس عند النشئة عند ولادنا ولاده بنات منذ الصغر بتطلعهم كده او بتطلع بعضهم كده طب مين من ولادنا في المراحل التعليمية المختلفة اتعلم انه كيف يواجه الافكار المتطرفة بالحجة اللي هو درسها في الدين ازاي لما واحد يقوله انك تفجر نفسك ويجيبه كده ولو تفجر نفسك وتموت خمسين ولا ستين واحد هتدخل الجنة وتلطق بحور العين والكلام ده فقوله لا اسطوب استنى ده انت متطرف ده انت متعرفش الاسلام الحقيقي اللي انا درسته مش اللي انا قريته اللي انا درسته يا جماعة لانه القراءة والاطلاع دي اختيارية واحد بيحب القراءة واحد ما بيحبش القراءة فمش هيقرأ لكن في الدراسة الزامية لازم يعرف دينه صح وده اللي بيحصل برة لما تبقى الهند ضعفنا في عدد السكان ست مرات وديانات مختلفة ومعتقدات مختلفة الاف الديانات والمعتقدات ومتعايشين مع بعض ده معناها ان هم تعلموا منذ الصغر انه الوطن للجميع والدين لله ومين قال اساسا ان احنا بالرب يولدنا في مدرسنا يا وزير التربية والتعليم يا وزارة التربية والتعليم بالربيهم على مواجهة التطرف والافكار الخطئة عن الدين وهل ما نهجنا اللي احنا حطناها في حصة الدين وده قضيتنا اللي لا دي بتعلمهم التعايش وتقبل الاخر المختلف عنه في الدين ولا لا ده ما بيحصلش للأسف وحنشوف النهاردة مفاجآت صادمة في مناهج الدين اللي ما بتتدرسش هي دي القضية الاساسية هي دي المشكلة الكبيرة عندنا الصفتوير اللي بنربيه ازاي القصة مش قصة بندقية في موجة بندقية او رجل امن بينتحر بيستشهد عشان يحمينا بيروح يقف عالجابها وبيواجه الارهابيين هو عارف انه هيموت مش واحد ضد واحد ده المفوض تكون عقل ضد عقل فكر ضد فكر رؤية ضد رؤية وجدان ضد وجدان مين من ولادنا بنعلمه ان صديقك المسيحي هو مصري زيك وزيك زيه وتدخل بيته وتاكل وتشرب وتصحبه وتشاركه وتتعايش معاه بنعلمه ده بنعلمه ده في مناهجنا هي دي الأزمة